موسيقى طابت أوقاتكم البداية مع العنوين وزير الدفاع الإسرائيلي الساعات المقبلة حاسمة وصفينة نصف قادة حزب الله الجلسة التشعية غدا لا تتأثر بمزايدات القوات الواقع أقوى من الشعارات دراسة جديدة تؤكد ارتفاع غير مسبوق لإصابات السرطان في لبنان موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع أوتيفي.com.lb وقناة أوتيفي على يوتيوب وحساباتنا على اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك بعدما بات واضحا للمعنيين في الداخل والخارج أن الخرق السياسي في لبنان مستحيل في ظل استمرار الاحتدام الإقليمي عادت الأنظار تتركز على المشهد الميداني الموزع بين غزة وجنوب لبنان ولسيما في ضوء التهديدات الإسرائيلية المتجددة المترافقة مع استعدادات إضافية على الأرض ففي شأن غزة تأكيد لمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل ماضية في شن هجوم يستهدف حماس في رفح مع العمل لإبعاد المدنيين وفي الموازات نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش يتأهب لإطلاق عملية رفح على الفور وهو في انتظار موافقة الحكومة كل ذلك على وقع تأكيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وقع اليوم حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل أن أمن الكيان العبري بالغ الأهمية كاشفا أن المساعدات ستساهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية أما بالنسبة إلى جنوب لبنان فإعلان من الجيش الإسرائيلي عن قصف أربعين هدفا لحزب الله خلال دقائق معدودة اليوم في وقت رأى وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت خلال زيارة لقيادة المنطقة الشمالية أن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية هجومية على جنوب لبنان بأكمله معتبرا أن حوالى نصف قادة حزب الله الميدانيين في جنوب لبنان تم التصفيتهم والنصف الآخر إما غدر لبنان أو يختبئ وأن الفترة القادمة ستكون حاسمة والكلام دائما لوزير الدفاع الإسرائيلي أما ردود المقاومة فتتواصل في المقابل كما ونوعا وتحقق إصابات مباشرة بدليل الجدل اليومي الدائر في داخل كيان العدو حول جدوى القتال في الشمال الذي يبقى سكانه المستوطنون خارج غالبية المناطق الحدودية مع لبنان غير أن الحركة على الساحة المحلية محورها في الساعات المقبلة حفلة مزايدات جديدة عنوانها رفض التمديد للبلديات والمخاتير حتى في ظل الحرب وقد مهد لها نواب حزب القوات اليوم خلال مؤتمر صحفي هذا مع الإشارة إلى أن المعطيات تؤكد توافر النصاب لجلسة الغد حيث يصود توافق عام على عدم جهوزية الحكومة ولسيما وزارة الداخلية والبلديات لإتمام الاستحقاق على رغم التصريحات غير الواقعية في هذا الاتجاه غير أنها بداية النشرة من صراع مع عدو من نوع آخر دراسة جديدة تكشف عن مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان في لبنان تقرير جارد جابر لم يكن ينقص اللبنانيين سوى المعاناة من الأمراض المزمنة والخطيرة لسيما السرطانية فقد كثر في الآوينة الأخيرة الحديث عن ارتفاع عدد المصابين بالمرض الخبيث حيث كشف بحث جديد من قبل علماء في الجامعة الأمريكية في بيروت أن الاعتماد المفرط على مولدات الديزل في بيروت خلال السنوات الخمس الماضية أدى إلى مضاعفة خطر الإصابة بالسرطان بشكل مباشر وفي هذا الصياق كشفت صحيفة الجاردين نقلاً عن الطباء الأورام أن معدلات التشخيص الإيجابية في ارتفاع كما أشارت الجاردين بأن المرضى هم أصغر سناً والأورام أكثر عدوانية وتشير الدراسات إلى تضاعف مادة الديوكسين المصرطنة في الهواء 416 مرة حسب دراسة أعدها باحثون من الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 2017 مقارنة بنتائج دراسة أجلية عام 2014 وبيّنت الدراسة أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع احتمال الإصابة بالسرطان من معدل شخص بالغ وأربع أطفال من أصل مليون نسمة إلى 34 بالغاً و176 طفلاً من كل مليون نسمة في المناطق السكنية المقتضى التي تشهد حرقاً عشوائياً للنفايات ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية في العام 2020 فإنه يوجد خمسة أنواع من مرض السرطان تعدل أكثر شيوعاً في لبنان وهي سرطان الثدي، الرئى، البروستات، الكولون والمثانا يأتي في المرتبة الأخيرة كما تجمع الدراسات المتعلقة بأمراض السرطان على أن العامل الوراثي يساهم بالنسبة تتروح بين 10 و 30% من الحالات فحين تساهم العوامل البيئية والعوامل الاجتماعية بنسبة تتروح بين 70 و 90% لبنان من الدول التي فيها نسبة سرطان مرتفعة مقارنة بدول المنطقة تيجة للإضطرار لاستخدام المولدات الكهربائية في العديد من المناطق إضافة إلى التلوث الموجود في العديد من المناطق الأخرى وسوء ما يسمى نوعية المحروقات التي تدخلها مافيات المحروقات إلى لبنان نحن لبنان صحيح لدينا نسبة سرطان السدي مرتفعة لكن نحن لدينا نسبة عالية جداً من سرطان السدي نكتشفها مبكر وبالتالي العلاج يصبح أفضل والنتائج أفضل وهو أقل كلفة ويعطي شفاء أحياناً بعضنا يفضل الربح بعيداً عن أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار أصحاب المطاعم بيعرفوا أن الأرقيل يمكن تربح أكتر من أي أكل أو أي صحن أو أي صندويش وبالتالي بتلاقي يعني بيعطوا أرقيل للي عمرهم تحت 18 وبأي عمر وبدون حساب وغيرها يعني كلها بدو يتحمل واحد مسؤولية عامة ثم تأتي المسؤولية الأهم علينا كمواطنين وهو أن نستعيد ما يسمى القرار السيرسي في البلد إذن السرطان يفتك باللبنانيين واقع مأسوي أصبح يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن والأجيال القادمة فإلى متى سيبقى المعنيون في موقع متفرج على موت اللبنانيين البطيء؟ على صعيد آخر المجلس النيابي يتجه غداً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وفي الانتظار مزايدات قوتية وتغييرية مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بره إلى جلسة عامة عنوانا الانتخابات البلدية والاختيارية سارع الأخير للقوم لا انتخابات بلدية من دون الجنوب ولا صلخ للجنوب عن لبنان مما أكد مصبعاً بنية ترحيل الانتخابات البلدية مرة ثالثة إلى العام المقبل النائب جهاد الصمد أعد عدة التأجيل تقدم باقتراح انون معجل مكرر للتأجيل مدة سنة بره حدد الموعد أما النتيجة فأصبحت معروفة سلفاً ما قبل انعقاد الجلسة بصاحة النجمة مع انقسام عمودة للنواب بين مشارك بالتمديد لتفادي الفراغ ومقاطع للجلسة تحت حجة خرق الدستور بخطوة استباقية للجلسة تسارع اتباع عن المواقف النيابية والسياسية فكيف جاءت مواقف النواب؟ بات من المؤكد بأن الأكترية العادية المرجحة لتمرير مشروع انون التمديد مؤمنة والنصاب جاهز وهي مؤلفة من بلوك الثناء الشيعي يضاف إليه مشاركة نواب الحزب التقدم الاشتراكي بجلسة التمديد مع تمايز عبر طرح تحديد موعد تقني محدد للتأجيل أيضاً تكتل الاعتدال الوطني من باب الالتزام بعدم التغيب عن أي جلسة تشريعية وأخيراً إعلان نواب الطيار الوطني الحر المشاركة بعد زيارة استضاحية عند وزير الدخلية واضح أن التحضير المركز للعملية الانتخابية قد يكون غير مكتملاً لجهة المحافظين والأعمال الأخرى في الوزارة كمان بنفس الوقت التحضير المناطق يبقى ناقصاً بعمل القائم مقامين وكل تحضير الأجواء الانتخابية ومراكز الاقتراع جهوزية لوجستية يلي كمان فينا نقول عنها غير كاملة توزيع الإداريين والموظفين على أقلام الاقتراع يلي كمان بعد ما حصل بعد ما فيه خطة أمنية متكاملة عدم وجود أموال بين أيدي القائم مقامين وبيبقى العامل الأهم يلي هو غياب الترشيحات أما على جبهة المقاطعين لجلسة التمديد للبلدية أعلنت الجمهورية الأوية أنه في حال أكر القانون ستتعامل معه كقانون غير دستوني ورح تطعن فيه إن حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب لا يجب أن تشكل حائلا دون ممارسة باقي اللبنانيين حقهم بالانتخاب ولا يجب أيضا في جميع الأحوال أن تشكل إلا حائلا مؤقتا دون ممارستهم هم حقهم الانتخابي بدور أعلنت كتلة تجدد مؤاطعة جلسة التمديد للبلدية على أعتبار بأنه المنظومة عم تخرق الدستور ويجب مواجهة هذا السلوك المدمر وأيضا عشية الجلسة رأى المكتب السياسي الكتائب بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النايب سامي الجميل أنه احترام المواعيد هو واجب وطني ملزم للجميع وأعلن عدم مشاركة كتلة نواب الكتائب بالجلسة التشريعية بدور النواب ما يسمى بالتغيير أعلنوا المقاطعة مع تمايز البعض فالنائب حليمة قاكور رح تحضر جلسة مجلس النواب ولكنها لن تصوت للتمديد ما يعرف بالنواب المستقلين نقصموا بين مشارك ومقاطع النائب مشال ظاهر قال لن أحضر جلسة مجلس النواب يلي رح تناقش التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية ولستو مع التمديد النائب نعمة فرام لن يحضر جلسة مجلس النواب يلي رح تناقش التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الخميس بداع السفر أما النائب عماد الحوت فأعلن مشاركته بالجلسة وتصويته ضد قرار التمديد إذ لا يصح ترك الفراغ بعدد كبير من البلديات بدور النائب أسامة ساعد كشف أنه أبلغ مجلس النواب التغيب عن حضور الجلسة وذلك لا أسباب صحية مؤكدا أنه موقفه هو ضد التمديد بينما قال النائب نبيل بدر رح نحضر جلسة مجلس النواب الخميس ولن نصوت للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية أما النائب بلال حشيمة فأعلن بأنه مقاطع للجلسة هي خرطة التوجهات بتأكد بأنه التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رح يمر بالجلسة التشريعية أما الأسباب القاهرة فاتنوعد بين الأوضاع العسكرية والإنسانية بالجنوب والتوترات الأمنية بالداخل عضو تكتل لبنان القوي النائب أس عبدالغام يؤكد أن جلسة التمديد حاصلة غدا وألا شهر عسل حاليا مع الرئيس نبيه بره ويعلق من جهة أخرى على هجوم القوات على الطيار الوطني الحر في ملف النزوح وعلى كلام الوزير السابق ليس المر بحق وزير الدفاع كمان أبلغنا مع علي الوزير أنه في ثلاث ترشيحات بجبل لبنان وهم بدي أتوجه بسؤال إذا كان بعض المعنيين أو المزايدين بقضية الانتخابات البلدية طيب ما كان لازم الناس المحاذبين أو المؤيدين أنه يقدموا بالترشيحاتهم اللازمة ويظهروا جدية للانتخابات البلدية اليوم بتجي بتقليلي أنه كنتم مختلفين لا بقلك أنه كنتم تتهم الرئيس بره أنت المعارق الوحيد للعهد هيدا بلد قائم على التوازنات السياسية هلأ ما تفكري الأمور مع الرئيس بره نحن وياه بشهر عسان مشكلة أنه مين ونحن غايتنا والله بدنا نعوى الحوار وبدنا نشوف مين بيكون مسؤول عن الحوار ومين بيترقص الحوار أو غايتنا الوصول إلى تفاهم أنا برأيي هيدا نحن اللي بيعنينا نائب ستريدة جعجع بتقلكم تفضلوا قلولنا وبتسمي المناطق بكسروان بالبترون بتسمي كتير من المناطق شو عملتوا فيها لعودة النزوح السوري معدوا النائب بكسروان هلأ منيح كانوا بالمحكة بس جوابوا شو عملتوا بالأول بالأول عندهم كانت الوزيرة السابقة ما يشديق بتقول ما بيرجعوا إلا على جتادنا هلأ إجوا متأخرين بقصة النزوح السوري عظيم نحن نتباح لهم العجل المسمن أنه رجعوا وكانوا ضالين ورجعوا من أشد المدافعين كانوا عن النزوح السوري صاروا هلأ بدون يرجعوا السوريين الناس حين السوريين إلى بلادهم أهلا وسهلا فيهم قس المر اليوم بيقول كلام أنه أنا لو كنت محل وزير داخلية ما كنت بخلي نازح سوري يفوت على لبنان بتعرفي شو أنا إلا كلام ما بحب ما بحب علي عليه كلام مش ويعي موضوع النزوح السوري حضر في السرايفي لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع لجنة الشؤون الخارجية والمختاربين النيابية التي أكد رئيسها فادي عليمي على إصرار الدولة اللبنانية على متابعة ملف النزوحين السوريين نظرا إلى أهميته وانعكاساته الكثيرة على الوضع في لبنان قطة اللي عم بتتم العمل عليها اليوم واللي رح تستكمل بزيارة لرئيس أبروس كمان رح يكون إلا بتصور عامل بيقدر يساعد أكتر بالدفع باتجاه عودة النازح لبلاده وبنفس الوقت كنا سمعنا منه للإجراءات اللي عم تنعمل للتطبيق لأنون اللبناني اللي هو حق ومطلب ملكل لأنه نقدر كمان نسرع بالعودة النازح إلى بلده الجو كان مريح ونتأمل أنه يقدر لبنان يشكل نوع من اللوبي مع أزقاء لبنان اللي بدوا يكتروا أكتر على موضوع تفاهموا لوضع النزوح وصار فيه بتصور كمان وجهة نظر واضحة حسب ما فينا بلوت الرئيس أنه الوضع مثل ما هو اليوم ما أنه مستدام ما أنه سستينبل وبالتالي فيه ضرورة أنه نبدأ نفكر أكتر كيف ممكن نسرع بعودة النازح كيف ممكن المخصصات اللي عبر يخذها النازح داخل لبنان هي تكمل أثر عودته على سوريا وهذا جو العامل اللي كان وفي السياق وزير الداخلية بسام مولوي يكشف بعد اجتماع لبحث الوضع الأمني في مدينة بيروت أن الوزارة تقوم بوضع التعاميم على البلديات وذلك لتطبيق القانون لأن لبنان تحمل كثيرا جراء النزوح السوري مؤكدا أن موضوع النزوح لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية بل في إطار القوانين التي يجب أن تطبق على الجميع مشاكل بيروت مش معناته أنه الأمن بيروت مش منيح الأمن بيروت مش مستتب طبعا في بيروت عندنا مشاكل متعلقة بالنزحين السوريين بسبب كثافة الوجود السوري بسبب كثافة اللي عم يدخلوا على بيروت كل يوم من مداخل بيروت اللي هو بيؤدي لعجقات سار عندنا مشاكل بالتعديات والمخالفات على بعض الأرصفة وعلى البناء التحتية ببعض المناطق عندنا بعض إشارات السار المعطلة راح تتعالج عندنا السرقات العادية أو أعمال النشر اللي هي عم تصير واللي عم يكون فيه بنتيجتها موقوفين هيدا الموضوع الأجهزة الأمنية عم تتابعه ونحن قريبا عم نشتغل على يكونوا كل الكاميرات بيروت شغالة نحن حاليا عندنا بس لقوة الأمن 574 كاميرا شغالة وعندنا أدون كمان لشعبة المعلومات كمان كاميرا شغالة نحن قريبا أو هلأ راح نطلق خطة أمنية جدية لبيروت تشوف الناس وتلاحظ الناس ويكون إلى نتيجة فعلية مش راح نقبل مخالفات على الأرصفة مش راح نقبل مخالفات بالمنارة مش راح نقبل فوضى كبيرة بالسير راح يكون قيادة شرطة بيروت راح تهتم أكتر وأكتر مثل ما عم تهتم بس كمان أكتر وأكتر بالسير ببيروت عم تهتم أكتر بمكافحة الجرائم ببيروت نحن منقول أن هذه جرائم عادية ممكن تصير بأي محل من المحلات وبدأ المواطنين ينتبهوا أن القوى الأمنية وشعبات المعلومات وكل القوى العسكرية عم تقدر طلقت مرتكب الجريمة بخلال وقت قياسة كل اللبنانيين بيهموا العمل لبنان وما حدا بيغطي لا سيرة ولا تيجر المخدرات وهالشي ما راح نقبله وأنتم عم تشوفوا هذا الموضوع من كمية الطائفات اللي عم تصير وفي إطار معالجة ملف النزوح جال محافظ الشمال القادر رمز نهرة على مخيمات ومساكن النازحين السوريين في بلدة كوبا قضاء البترون برفقة قائم مقام البترون رجيتوبية وعدد كبير من أبناء البلدة بمؤازرة عناصر من أمن الدولة وسلم الأهالي عريضة موقع منهم للمحافظ نهرة طلبوا فيها برفع ضرر اللاحق بهم جراء الوجود الكثيف للنازحين في قريتهم كشفنا اليوم على مخيمات النازحين السوريين بكوبا البترون من بعد ما تم نشر كلمات موسيقى لللبنانيين ونحنا من فترة طويلة جينا شلنا المخيم اللي موجود هون وكشفنا فيه سلاح بوقت بهذا المخيم واليوم كمان عم ينحكى وعم ينسمع اطلاق نار بهذا المخيم يعني مثل ما يتبين انه كمان ممكن يكون فيه أسلحة فيه وجود غير شرع للنازحين السورية نحنا ملنا ضد العامل السوري اللي عنده كفيل اللي عنده إقامة يكون موجود ولكن بهالطريقة الموجودين فيها غرفة فيها عشرين شخص وثلاثين شخص بشكل غير صحي وغير بيئي وعم بشكل خطر على السلامة العامة بيئة البلدة يعني ما رح نسمع فيها وبالانتقال إلى الشأن التربوي اجتمع نائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب مع وفد يضم اتحاد للمؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين استكمالا لاجتماعات سابقة لحل الأزمة القائمة في صندوق التعويضات حيث تم التوافق على تعديل في القانونين 515 و 1512 بهدف إنقاذ العام الدراسي القادم واسترجاع حقوق الأساتذة للمحافظة على استمرارية العمل التربوي أول شيء بدنا نعدل القانون 515 اللي هو بتصير يعطي حق يعني لما نلغي النسب بيصير يعطي حق للمدارس أنه تقدر تعمل موازنة فعلية مش وهمية عم بدنا نقترح تعديلات على الـ 1512 تعديلات على الـ 1512 هي في مكان كنا إلنا نسبة الـ 8% ندفع على المعاشي الفعلي والمساعدات بدنا نشط بكلمة المساعدات من القانون 1512 بهذه الفقرة بالتحديد وأيضا التاريخ كان عم يحكي على التاريخ مع مفعول رجعي نحن بدنا نحط تاريخ للعام الدراسي القادم بدي طالب دولة الرئيس بو صعب أن هذا التشريع يصدر بأقرب وقت ممكن حتى نقدر نعرف حالنا كيف بدنا نتصرف للعام الدراسي القادم 2024 2025 أنا على أنه المدارس تدفع 8% من مجموعة الرواتب للصندوق والإستاذي يدفع 8% من راتبول الصندوق لحتى نوقف الصندوق على جراء هلأ هذا التشريع هيعمل دولة رئيس جهده مع الرئيس بري يطلع قبل أيلول إذا طلع كان به إذا ما طلع كانان كمان إحنا متفقين مع المؤسسات نعمل به حتى لو ما طلع التشريع عودة إلى النشرة بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد مسيرة للأحزاب الأرمانية لمناسبة ذكرى الإبادة الأرمانية تحل الذكرى المية وتسعة للإبادة الأرمانية هذا العام بعدما حصل في أرساخ وما تبعه من تهجير وتطهير عرقي لشعب حافظ على أرضه ألاف السنين 24 نيسان هو اليوم الذي يستذكر فيه الأرمن والعالم المجازر التي ارتكبتها السلطنة العثمانية بحق هذا الشعب عام 1915 ولمناسبة هذه الذكرى الأليمة نظمت الأحزاب الأرمانية الثلاثة الهنشاك ورمغافار والتشناك مسيرة حاشدة بالمشاعر من برش حمود وصولا إلى كاثوليكوثية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في أنتلييس وانطلقت المسيرة عند السابع من مساء الثلاثاء حتى وصلت إلى أنتلييس حيث أقيم حفل خطبي في حرم الكاثوليكوثية وألقيت كلمات لمماثلي الأحزاب الثلاثة تلاها بيون المشترك عن القضية الأرمنية والإبادة التي حصلت في بدايات القرن الماضي واختتم الحفل بعضة لكاثوليكوث الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا أرام الأول كيشيشيان تناول فيها مواقف تركيا وأذربيجان العدائية ورف تركيا المستمر للاعتراف بما حدث في أوائل القرن الماضي كما شجب تكرار الإبادة في القرن الحادي والعشرين في أردساخ وطالب بعودة أهليها إلى أراضيهم وشارك في المسيرة عدد كبير من الشخصيات السياسية منها الأمين العام لحزب التشناك النائب أغوبا كرادونيان عدو تكتل لبنان القوي النائب نيكولاس حناوي النائب جان تالوزيان والوزير السابق عكوب الصراف والوزيرة السابقة فارتيني أوهانيان والوزير السابق فريش سابونجان وممثل حزب الرامغافار أواديس داكيسيا وممثل حزب الهانشاك فانيك داكيسيا ونائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الخارجية ناجر حيك هذا وأكد مكتب الأعلام في حزب التشناك أن الذكرى المي وتسع للإبادة الأرمانية تحل هذا العام حاملة معها مزيدا من المآسي والألام لسيما بعد ما حصل ويحصل في جمهورية أردساخ وما تبعه من تهجير وتطهير عرقي لشعب حافظ على أرضه ألاف السنين إذ حمل صليبه ومشى تاركا وراءه ذكريات لا تمحى وتراث مغروس بالأرض إن 24 نيسان من كل عام هو يوم تعهد بإكمال المسيرة مهما كلف الأمر إن اعتراف تركيا بالإبادة الأرمانية والتعويض المادي والمعنوي لا تشفي غليل شعب لم ينل حتى حق الموت على أرضه وحنى الوقت للعالم المتمد كي يتحرك بواجه تركيا مطالبا إياها بالاعتراف والتعويض كي لا تتكرر هكذا إبادات كما شهدنا في أردساخ وما نشهده في غزة نعود بعد هذا الفاصل الثاني أهلا بكم من جديد وإلى الصفحة الرياضية مع إلي نصار بأجواء رياضية وإنسانية نظم الاتحاد اللبناني للبينبون يوم البينبون العالمي بليبانيز دياسفورا فيلج بالباترون تحت إشراف الاتحاد الدوري وبتعاون مع الاتحاد الأسيوي أقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران بسيل رئيس لجنة الأولمبية الدكتور بير جالخ نائب أسعد النخل عضو اللجنة رافي موم جوغوليان ممثل وزير الشباب والرياضة الدكتور راجا لاباكي عضو الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد اللبناني للبينبون جورس كوبالي وأعضاء الاتحاد المدير التنفيذي للاتحاد الأسيوي الدكتور نبيل الفقيه رئيس اتحاد المبارز جهاد سلامي الرئيس الفخري لاتحاد البينبون ومستشار رئيس الاتحاد الأسيوي سليم الحجن أولى المحام إبراهيم الشويري الرائد بليغ الأيوبي ممثلا قائد المركز العالي للرياضة العسكرية الرئيس السابق لاتحاد الفوليبو المدير عام شركة أبي راميا أخوان ميشيل أبي راميا مسؤولي الشركات الراعية بالإضافة لعدد من أعضاء وأمن سر الاتحادات الرياضية كوبالي قال أنه اليوم العالمي لكرة الطاولة هو يوم رياضي وسقافي بامتياز ونظم سنويا تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة بجميع دول العالم واختيرت مدينة البترون عاصمة كرة الطاولة بالقرة الأسيوية لها السنة رئيسة لجنة المعدات بالاتحاد الدولي عضو لجنة الإدارية للاتحاد اللبناني ريتاب صيبز قدمت نبزة عن كرة الطاولة ونشأتها وانتشارها بالعالم وتحدثت عن نشاطات اليوم الطويل وتطرقت لعمل اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني ونشاطاته المكسفة محليا وخارجيا الكلمة الأخيرة للدكتور فقيه اللي عبر عن سروره لوجوده بلبنان ونقل تحيات رئيس الاتحاد الأسيوي خليل المهندي نعبرا عن تقديره لاختيار لبنان عاصمة كرة الطاولة بأسيا خلال اليوم العالمي للبينبون 2024 وإشار بدور الاتحاد اللبناني الفاعل ضمن الإسراء الأسيوية والدولية بعد قدم جلخ وكوبا لدرع تقديره للمهندي تسلم الفقيه كما مارس لحاضرين بيمبون وتبيرو بيناتهم بظل تحديات زلالة الروح الرياضية بأجواء من المرح والمنافسة ومنحة الطاولات المخصصة لممارسة كرة الطاولة لبيت رفقة للعجزة نادي الشباب البترون الرياضي كالشافة لبنان اليسعية ومركز الشباب بالبترون نظمية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي برعاية لواء عماد عثمان وإشرف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سبق نص مرتون قوى الأمن الداخلي الرابع عشر لمسافة 21 كم ومية متر تحت شعار نرقد للإنسانية ضمن مدينة بيروت شارك فيه 1300 عداء وعداء من 22 جنسية مختلفة ومن مختلف الأندية والاتحادية والجمعيات الرياضية إضافة لفرق من الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولي ونقابة المحامين وعداءين منفردين ومن زويل احتياجات الخاصة وضبات ورطبة وأفراد قوى الأمن الداخلي أعطى بداية إشارة الانطلاق لزويل إدارة الصلبة من قدام المتحف الوطني ممثل وزير الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيس جمعية ماراتون ميل خليل بعدين أطلق سباق نص الماراتون وأعطى إشارة امطلاءه القادة مروان عبود بحضور ممثل المدير العام العميد المهندس عصام طقوش بالنتائج بفئة ترجاع لربح بلال عواضة من الجيش قدام عمار جزيني من قوى الأمن الداخلي وزاهر زين الدين من الجيش اللبناني بفئة الإنس ربحة بريونيشتاين من بلوستارز قدام روزالي فضول ونور الغصيني بفئة زويل إرادة الصلبة الويلتشار ربح يوسف المولى قدام أحمد ليون فئة زويل إرادة الصلبة الهاند سايكل ربح أحمد الغول قدام أحمد شبلة وبلال سودا وبعد انتهاء السبقات تم توزيع الكؤوس والميداليات للفئزين والفئزات وإلى الأحوال الجوية مع بولين مساء الخير عام يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتال هوائية حارة مع رياح خمسينية مصدرة مصر بتأدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وبتبلغ زروتها بكرة الخميس بتتخطى درجات الحرارة ساحلاً 34 درجة لتنحسر تدريجياً يوم الجمعة جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم بتتسجل على الشكل التالي مثل العادة منبدا من الشمال عقار عم بتسجل 37 درجة ترابلوس 32 العاصمة بيروت 34 وصور 37 درجة بعلبك عم بتسجل 31 اللقلو 24 زحلة 32 واجزين 33 درجة نسبة الرطوبة ساحلاً منخفضة بتتروح بين الثلاثين والستين بالمئة الرياح السطحية متقلبة سرعة عم بتكون بين عشر وخمسين كيلومتر بالساعة أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموش خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية لنهار الخميس جونا غائم بصحب مرتفعة مع ارتفاع إضافة بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة نهاراً تنشط الرياح محلياً وبتوصل سرعتها مثل ما ذكرنا للخمسين كيلومتر لنهار الجمعة السبت والأحد جونا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي نوعاً ما بتستقر على الستة وعشرين درجة لنهار الجمعة أيضاً لنهار السبت وسبعة وعشرين درجة لنهار الأحد هاي دي كانت أخبار التأس للنشرة المسائية بلقيكم بكرة تصبح وعخير وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع ومن خلال مواقع التواصل شكراً للمتابعة وإلى اللقاء